العراقية الناشط الصالحي بزيارة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في العراق حيث كان في استقبال الصالح رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد حيث تم خلال اللقاء الذي جرى بين الصالحي وكوبيش مناقشة عددا من الملفات التي تهم الشارع التركماني كان أهمها المخاوف التي تعتري شعب التركماني في العراق وجغرافيتهم القومية ما بعد تنظيم داعش الإرهابي من جانبه أشاد كوبيش بدور الجبهة التركمانية العراقية في تقريب وجهة النظر المختلفة لحل مشاكل التركمان في مناطقهم وأوضح رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي عن رؤية الجبهة التركمانية في إشراك التركمان في كافة الحكومة المحلية في المناطق التركمانية التي يتواجدون عليها وأكد على ضرورة جعل قضاء تلعفر وتصخرمات محافظتين جديدتين بالنظر لاتساع الكثفة السكانية لها وإعطاء الوضع الخاص لمحافظة كاركو من جانبها استلمت الجبهة التركمانية العراقية الورقة المقدمة بخصوص التسوية التاريخية وعقد المصالحة المجتمعية بين المكونات العراقية لتقديم رؤيتها السياسية حول ورقة التسوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة